السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين اليوم قد يشوفوا صفحة التسعين من كتاب باركور فرنسي مجنسة والأولى إعدادة هنا في سیکنس 2 الوحدة الثانية سيطرر رصد كورو و سيطرر إنتاج قصير و بسيطة السؤال الثاني بعض المغربين وكثير من المغاربة امغروا إلى الخارج الخارج إما أوروبا بلدان الخليج بحال السعودية و كويت و الإمارات و الأمريكا أمريكا يقصدون بها أمريكا اللاتينية بحال برازيك و مكسيك أو أمريكا الجزء الشمالي من أمريكا الذي يوجد فيه كندا و فيه الولايات المتحدة الأمريكية والأغلب يمشي إلى كندا و الولايات المتحدة الأمريكية لأن المغاربة موجودة في أي بلعصة في أستراليا و في أفريقيا و في أفريقيا جغم الصحراء و في أسيا بحال اليابان و كوريا و في الهند يعني كمنتصر المغاربة في جميع بلدان العالم هناك الكثير من الأجانب العديد من الأجانب أفريقين و أراب الأفارقة و العرب قدوا في ماروك هناك الكثير من الأفارقة و العرب و عيشوا في المغرب و عيشوا في المغرب مثلا بلدان العربية كانت فيهم توترات بحال حروب بحال العراق بحال سوريا أغلبية هاجروا و يعيشوا في المغرب لأنه بلد مستقر البلدان الأفريقية البعض منهم يستقر في المغرب و عينوا على أوروبا يعني يسايل الغفلة بشي يهاجر يحرك من طنجة أو من سبتاء أو من ليليا والبعض منهم عجباتوا في المغرب و دار فيها التجارة دياله و عيشوا في المغرب بشكل عادي إذن هناك الكثير من الأوروبا و هناك الكثير من الأفريقية والصحراء والصحراء والمغرب نقوم بعمل على المغرب مثلا بالإعتماد أو بالارتكاز على الصور التي لدينا في المغرب أعطي بعض 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 المهاجر العربي خصوصا. ونحن في المغرب كان هناك الناس الذين يعملوا المهاجرين للأفارقة الموجودين في المغرب معاملة سيئة كما تقول له كي يوصوم اوصاف مهينة بحال عزي بحال منامي بحال كذا بحال كذا. إذن شنو أعطينا أسباب اللي كي يبينونا بأننا نخصنا نحترم المهاجرين. هذه هي حالة 1 وحالة 2. هنا ما تقضلنا حتى نرى كي يوصفنا في المغرب. وما قلنا؟ المهاجرين يعني المهاجرون لا يوجدون انهم. لنحن نقوم بحالة هذه الدرجة. فهم فقط أحدثناً من أشخاص يطريبون تيجعون أن العمل ويومي جيدة ويطارنا هذه هي حياة كريمة وهو أخرى في بعض الأخرى في أشخاص في أشخاص في المزين ولا أشخاص في أشخاص فيه الأشخاص في البلد على واحدة جداً فهذه هي أولاً يعني هذو الناس مشاع دينا هذو الناس فقط قلبوا لخدمة يقلبوا لحياة كريمة يقلبوا لفرصة اخرى يعني التعلم فرصة اخرى في الحياة لأن البلاد دي لهم ما أعطيتهم هلوه وأنهم يبحثوا على حياة جديدة في بلد آخر غير البلدان دي لهم هذا السبب اللي هو سبب تاني نقول الله الديزيام غيزان سبب تاني كي نفى راسبكتة لزيميغري اللي كي دفعنا أننا نحتارمو المهاجري سكسون سكسسون هو أنه هاد يعني هاد الشباب سسون سسون دي جون انهم شباب اتيل نافعين يعني ماشي مادام كيكون باقي شاب باقي في القوة والحياة كيكون نافع كيبني معنا البلاد ديان سسون دي جون هم شباب نافعون اتيل يعني ثم نفاعين يعني سا لحن نفاعين اللي تانمية دينا وانتنمية دي لبلادنا اتيل عالصر وانتخب ؟ ما هي لدو منا يصون دي جون هم شباب فار اقوية اللي كيبني بلاد انجم مادئي يعني صحة وفي هم الحياوية ويمشم عيز اطعام يشون هم شباب لحياوية هم جاو ويقوموا ببناء بلادنا ويقوموا ببناء بلادنا لأنهم لا يأتيوا من النشاط التجاري أو النشاط الذي لا يريد أن يكون في تنمية البلد مع فرصة يتنمي بلادنا بالقوة العضلية والمهارات والمهارات مثلا فرصة مثلا في المغاربة بناء العديد خصوصا فرنسا بناء العديد من الأوراش الذين يعملون فيها بل شاركوا حتى في الحروب مثلا الحرب الفرنسا في الهند في الهند والمغاربة كانت ضحايا الحرب وما زال فيهم يتخلص التقاعد من مشاركة في الحرب الحروب الفرنسا مع المستعمرات المستعمرات لاحظوا بأن الكثير من الناس الذين يكملوا قرايتهم برا وخدموا برا الدولة المستدفة تستفيد من الكفاءة ومن العلم الذي حصلوا والمهارات الروح تساعد والأفكار تساعد في هذا نبدأ هذا الصور يتعبر بأن مهما يجب أن كنا نتحدث كاملا وتكون بيننا الأخوة والتعاون تلاحظ بأن رغم جميع الألوان مثلا الأسيا الأسفار أو الأبيض الأوروبا أو الأسود الأفريقيا أو الأحمر الأمريكا اللاتينية ومجموعة من البلد هنا 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 المهاجرات أو الأسفار تستقبل هذه المهاجرات ومجموعة ما لدينا إذا اقوموا بعد لدي تقصص بعد النصص آخر سوف so من معاجر وهي установ الصّ soil أفضل Staat طوح 放 طوح طوح كنعرف نحدد الزمن اللي وقاد فيه القصة. جس سي رباري البرسوناج دون زن ريسي. كنعرف نحدد الشخصيات في واحد القصة. جس سي رباري الاشاكسيون. كنعرف نحدد التصرفات ديال الشخصيات في واحد القصة. وهذه سبحات سيدة سينك منها إلى اللقاء. اشتركوا في القناة